السلام عليكم فروستريشن الإحباط أكثر شيء ممكن يصيبنا في الحياة هنتكلم عن تعريفه عن أنواعه وأسبابه وكيفية إلاجه الإحباط هو حالة انفعالية يرافقها شعور بالفشل وشعور بالضيق والتوتر بسبب عدم قدرة الفرد على إشباع حاجة معين بمعنى آخر هي حالة من الشعور بالخيبة يشعر فيها الفرد بسبب عدم قدرة على إشباع حاجاته أو دوافع أو تحقيق أهدافه إحنا ما نقدر أن نمنع جميع الإحباطات الموجودة في الحياة هذه الإحباطات ممكن نمر فيها ولكن عندنا بعض النصائح اللي ممكن تساعدنا على تخطي ومواجهة هذه الإحباطات صحيح أن الإحباطات بعض الأحيان قد تولد النجاح ولكن بعض الأحيان الإحباط المتكرر قد يولد الفشل ويولد الاضطرابات النفسية بل بالعكس وجد العلماء بأن كثير من حالات العدوان يقف خلفها الإحباط والفشل المتكرر فالإحباط له تأثير السؤال المهم الآن كيف نواجه هذه الإحباطات إحنا ما نقدر نتجنبها ما نقدر نمنع عن حياة من الإحباطات ولكن كيف نواجهها أول شيء لازم ندرب أبنائنا وبناتنا منذ الصغر بأنهم يتحملوا قدر معين من الإحباط بحيث أنه ما يأثر على نفسيتهم أسلوب التنشة الأسرية القائمة على الدلال والحماية الزائدة سم خذ لحد يزعل لحد يقول لشيء ترى هذا ما يصبح أيضا يجب على الفرد بأن لا يضع فجوة كبيرة بين أهدافه وطموحاته وبين إمكاناته وقدراته عساس ما يشعر بالإحباط قالباتي بتدخل كلية الطب ولكن شهادتها ودرجاتها ما يمكنها من دخول كلية الطب فمو معنى أنها تحباط تبحث عن تخصص آخر ركز معاي في اللي بقوله زين لازم على كل فرد فينا يضع خطط وبرامج لمواجهة الإحباطات حتى ما يستم فيها مثل خطط بديلة وغيرها وكل واحد فينا يحاول قدره المستطاع أن ينمي إمكاناته وقدراته حتى لا يشعر بالفشل لأنه إذا زادت إمكاناتك وقدراتك حتزيد ثقتك بنفسك وحيقل الفشل وعلينا كمان قدر المستطاع المثابرة والجد والإجتهاد إذا شعرنا بالإحباط فإذا شعرنا بالإحباط لا نستسلم نجد ونتابر ونشته كل فرد يشعر بالإحباط عليه تغيير طريقة تفكيرة بمعنى آخر يفكر بشكل إيجابي حتى يتفائل ولا يشعر بالإحباط والضيق وإذا لا سمح الله شعرت بالإحباط في مجال معين فعليك أنك تحاول مرة ثانية في هذا المجال أو ممكن أنك تغير أهدافك للمجال آخر مثلا شخص جلس يفشل في تجارة معينة وحاول مرارا وتكرارا ما استطاع أن ينجح ممكن أن يجرب نفسه في مجال آخر أو نوع آخر من التجارة أو مثلا طالب درس تخصص معين أو مجال معين ودائما يرسب فيه ودائما يحبط فيه فممكن أن يجرب نفسه في مجال آخر قد يبدأ ثام نقول توكلوا على الله سبحانه وتعالى دائما وثابروا واشتهدوا وتفائلوا ولا للإحباط